فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية تقدم في الحلقة السابقة بيان معنى العيد نعم بيان معنى العيد وأنه ينقسم إلى عيد زماني وعيد مكاني الزماني كالفطر عيد الفطر وعيد الأضحى والمكان كالمشاعر المقدسة فإن المسلمين يجتمعون فيها للعبادة ويسافرون إليها للعبادة سنويا وعلى مدار السنة في العمرة والاعتكاف وهذا عيد مكاني وهو مشروع وكناك عيد مكاني ممنوع وهو ما كان من الأوثان ومحلات تجمعات الكفار لإظهار شركياتهم وكفرياتهم فالمسلمون منهيون عن ذلك والدليل على ذلك أن رجلا كما يأتي في الحديث نذر أن ينحر إبلا ببوانه السموضع وجاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم والحديث سيأتي لكن الغرض من سياقه الآن بيان النوع الثاني من الأعياد وهو العيد المكان المكان